خبر كمان مهم بمئة مليون صحة تناول الطماطم والفلفل الأخضر يحمي من الإصابة بالأنيميا اعتقد معلومة في غاية الأهمية هأرى لحضراتكم مضمون هذه المعلومة أكدت حملة مئة مليون صحة أن تناول الطماطم والفلفل الأخضر مع الوجبات يساعد الجسم على امتصاص الحديد ويجب أن يحرص الكبار والصغار على ذلك للحفاظ عليهم من الإصابة بالأنيميا وقالت حملة مئة مليون صحة أن الغذاء الصحي يهم في ضبط الوظائف الحيوية للجسم ويساعد أيضا على النمو السريع ويحفظ الجسم من الإصابة بالأمراض المختلفة وأضافت حملة مئة مليون صحة أن الدولة تخصص سوبل التوعية المختلفة بطرق الغذاء الجاية حفاظا على الصحة العامة وتابعت يجب الرجوع للطبيب المختص حال الشعور بأي ألم ناتج من التغذية يمكن كلنا طبعا شاركنا وأغلب الناس شاركت في حملة مئة مليون صحة واللي هدفها مش بس كمان الكاشف مبكر عن فيروسي ولكن التوعية بالتغذية السليمة والناس اللي تفاجئت وبيعت عندها ضغط والناس اللي تفاجئت كمان وبيعت عندها سكر كان أول حاجة يقولها لك الطبيب لما تجد مثل هذه الأمور أو حتى تلاقي وزنك مش مناسب لطولك يتصحك في التغذية السليمة وديك بعض النقاط اللي أنت ممكن تمشي عليها عشان تحافظ على جسمك وأنك أنت تتجنب لقدر لها الأمراض المتعلقة بالسمنة وخلافه فمهم كمان أن كل واحد يحرص على مثل هذه الأمور وعندنا حاجات في متناول يده بسيطة وكلنا بناكلها زي الطماطم والفلفل الأخضر يبتح مينها من الإصابة بالأنيميا والأنيميا مش متعلقة فقط بالشخص الرفاية على فكرة لأن دي المعلومة للأسف السائدة عند الكثير من الناس لما تشوف واحد رفاية يقول لك أكيد عندك أنيميا لا ده كمان اللي هما الناس التخينة شوية واللي جسمها مليانة عندهم أنيميا فعشان كده كمان أي واحد ممكن يكون شاكك في تغير بعض الوظائف الخاصة بجسمه ومهم أن يحلل هذا الموضوع تحديداً للأنيميا عشان كل ما كان علاج مبكر كل ما يفيد جسم حضرتك ويفيدك في المقام الأول